الذي لا يعرف الله يستوحش الدنيا دار قدر الدنيا دار حزن الدنيا لا تصفو واللي يظن واحد في المية ان الدنيا ستصفو له هو لا يعرف الدنيا تصفو لك وما صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام احبابي جاع محمد فيها صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه جاع فيها كسرت رباعية فيها شج رأسه فيها ام محمد بن عبد الله كل ابنائه ماتوا قبله الا فاطمة اتت لحقت به بعد ستة اشهر تمعت عينه مات احفاده على في حجره وضع السلى على ظهره وضع الشوق في طريقه رأى اصحابه يعذبون وبكى وطرد من الطائف رضخت اقدامه حتى سال من عقبيه الشريفتين الدماء ايبكي محمد ويجوع وان تنبسط في الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملك الرسولة لكن الله لا يريد يعطي اولياءه من هذه الدار الله من حكمته جل وعلا هو الحكيم الخبير انه لا اذا احب عبدا زوى عنه الدنيا ولذلك احبابي اذا رأيت العبد يصب عليه البلاء يموت ولد ثموت البنت يخسر في الاسهم تقطع رجله غرغرينة فيه سكة فيه ضغط فيه كوليسترول واحد من عياله ضال وبنت من ابنائه ما تسلم عليه والمره مكدر تنعيشه والراتب ما يبقى منه شيء وعليه دين سدد ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله اعلم ان الله اراد به خير كأنما اراد الله ان لا يجعل جزاءه ولا مكافأته الا في الاخرة هنيئا لهؤلاء هنيئا لهؤلاء هنيئا لهؤلاء